من إنجيل معلمنا يوحن البشير اسحح عشرة ويوحن عشرة معروف بإنجيل الراعي الصالح والحقيقة إن حياتنا كلنا أو حياتنا كلها بتدور حوالين الراعي الصالح يعني هو المركز الراعي الصالح وحياتنا هي في إيد هذا الراعي الصالح المدبر يقول كده لا أحد يقدر أن يخطفها من إيه؟ من يدي فدي حاجة معزية لنا تطمئننا في وسط أحداث وظروف صعبة لكن في كل وقت أفتكر وعده لا أحد يقدر أن يخطفها من يدي هذه اليد القوية الإلهية اللي تلعنها كده لما خرج المصريين من خرج العبرانيين من أرض مصري يقول كده بيد قوية بيد قوية عشان كده هو المركز لو هو ما بقاش المركز في حياتي حياتي تتوه يعني لو تشال من المشهد حياتي تتلغبط عشان كده نلاقي عند مثلا الهندوس دايما يبحثوا ويسألوا كده أين هو الطريق ونلاقي عند الرومان دايما سؤال مشهور عندهم أين الحق يبقى الهندوس بيسألوا أين الطريق والرومان أين الحق واليهود كانوا يسألوا أين هي الحياة إذا ما كانوا بيسألوا المسيح ماذا أعمل لارس الحياة؟ فين الحياة؟ الإجابة فين؟ في الراعي الصالح هو الطريق؟ هو الحق؟ هو الايه؟ هو الحياة عشان كده لازم أعرف الراعي الصالح عايزي تديني ايه؟ أو بيقودني لإيه؟ في ساعات أحصره في مجموعة من التلبات الأرضية بس ويما ده كل عمل الراعي الصالح وكل ده كل علاقتي بالراعي الصالح في مجموعة التلبات دين لكن هو عايز يقودني للأبدية وأنا مجموعة بشوية حاجات أرضية زي ما المصريين زي ما العبرانين مخرجهم وعملين يفتكروا ايه في أرض مصر إذا احنا كنا بنكل ايه وبنشرب ايه وبنعمل ايه؟ ده أنا بكتكوا لأرض الموعد عشان كده هو يبا مستغرب انت بتفكر في ايه؟ انت مجهول بايه؟ أنا هو الراعي الصالح عايز أقودك للأبدية عشان كده لو بتدور في احتياجاتك بقى لو بتدور على الحياة هلقيها في الراعي الصالح فيه كانت الايه؟ الحياة ويقول أتيت ليكون لهم ايه؟ يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل يعني هو الوحيد اللي هيقدر يقول لك لما خارجا زي ما قال معلم نابولس الرسول كده قم ايها النائم وسط يقز فيغضي لك ايه؟ المسيح هو الوحيد اللي هيقول لك لما خارجا لو انت بتدور فعلا على الحياة ولو انت بتدور على الخلاص برضو في هذا الراعي الصالح يقول كده في أعمال أربعة ليس أحد بأحد غيره الايه؟ الخلاص ويقول كده لان ليس اسما آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هو في اسم مين؟ يسوع يبقى الراعي الصالح يعطيني الحياة لو انا بدور على الحياة وفيه الخلاص لو انا بدور على ايه؟ الخلاص زي زكة يعني هو الوحيد اللي هيقول قد حصل خلاص لهذا ايه؟ لهذا البيت مش هعرف اسمحها غير مين من واحد بس هو الراعي مجرد مقابلة معاه غيرت حياة زكة للأفضل لانه قال كده أتيت اللي يكون لهم حياة واللي يكون لهم ايه؟ افضل يعني لو بدور برضو على الافضل فحياتي هي في الراعي ده الراعي الصالح لو بدور على الارتواء برضو هلاقيه فهذا الراعي الصالح زي السامرية كده كل من يشرب لكن الماء اللي زي انا اعطيه لا مش هيعطاش ابدا بس جرب جرب وروح له وقولوا يا رب اعطيني هذا الماء ولو بدور على الشفاء الحقيقي هلاقيه في المسيح زي نازفة الدم كده يقول قد لمسني ايه؟ قوة خرجت مني فتقول قد لمسني واحد كله بيسحمه وحواليه بس لمسني واحد جاي ايه؟ اللمسة بتاعته ايه مختلفة هو عايز الراعي الصالح يقول انا انفقت كل ما عشتها ولم تقدر ان تشفى لان الوحيد اللي هيشفيني هو رعز كده جميع الذين لمسوا نالوا الشفاء ولو بدور على الغفران برضو هلاقيه في هذا الراعي الصالح زي ما قال للمرأة الخاطئة كده ايه؟ مخفورة لقي خطاياك الوحيد اللي هيقدر يديني الغفران هو هذا الراعي الصالح ولو بدور على الحياة الابدية يقول كده يوحن الحبيب فرسلته من له الابن له الايه؟ له الحياة من له الابن له الحياة ولو فاقد في حياتي الحب بدور عليه برضو هلاقيه فين؟ في الراعي الصالح ده يقول كده لا اعود اسميكم عبيد بل ايه؟ احباء انتم احبائي احب خاصته او حتى المنتهى ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبا او عشان كده مهمة اوي اعرف ان هذا الراعي الصالح عايز يقودني لحاجات كتيرة اوي لحياة والخلاص والحب والشفاء والغفران طب حاجاتي التانية دي يقول هذيها كلها ايه؟ تزال لكم دي فوق البيعة دي دي مش مشكلة ما تقلقوش منها لكن انا ها قدكو لامراز سماوي بس انت بتسمع هذا الصوت يعني بتستجيب وتتفاعل هو قال كده في المثل خرافي ايه؟ تسمع ايه؟ تسمع صوتي انا عايز اديلك حاجة وبناديلك وانت بتسمح حاجة تانية خالص عشان انت عايز حاجة تانية او مجهول بحاجة تانية زي المثل اللي قاله المسيح حبي يوضح الموضوع ده فده مسل اسمه مسل الوليمة العظيمة في الوقت 14 مسل الوليمة العظيمة فقال كده كان انسان صنع عشاء عظيما ودعا كسرين وارسل عبيده ليقول المعدوين تعالوا كل شي قد اعد ده صوت ربنا بقى لكل واحد فينا تعالوا كل شي قد ايه؟ قد اعد انا عددت ليك وليم عظيمة في السماء طب اللي هنا يا رب يقولك ده اللي هنا ده بسيط اوي هنهدهولك ما تشغلش نفسك بس اشغل نفسك اكتر بهذه الوليمة العظيمة الابدية كل شي قد اعد انا تعبت وعملت كل جهزتلك كل حاجة فابتدأ لما ارسل العبيد الاسف ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون يستعفون يعني ايه؟ بيعتذروا بيقدموا اعذار بقى كتير قوي فقال الاول ان اشتريته حقلا وانا مضطرا اخرج وانظره اسألك انت عفيني مش فاضي وقال اخر ان اشتريت خمسة ازواج بكر وانا ماضي لامتحنها اسألك انت عفيني وقال اخر اني تزوجت بامرأة فلذلك لا اقدر انا اجيء برضو اسألك انت عفيني كله اسألك انت عفيني انت عفيني انت عفيني ما استجبش لهذا الصوت الالهي اللي كل يوم بيقرع ويخبط وينادي على كل قلب كل واحد فينا تعالوا كل شي قد ايه؟ قد قعدت انا هو الراعي الصالح عايزة اديلك حاجات كتيرة قوي لكن انت ايه؟ مش عايز تستجيب عشان كده مهمة اوي ان انا وانا بصلي اقوله يا رب ديني اذن وقلب ايه؟ قلب يستجيب هذا القلب لو قلب حجر يحوله يا رب انت لقلب يستجيب لعملك والنعمتك اعرف اميز يا رب صوتك في وسط حاجات كتيرة قوي عايزة اميز صوتك عشان كده مهمة قوي ان انا اميز صوت ربنا اعرف اميزه لو انا فيه عشرة معي لكن طياري كده لا مش عارف اميز اميز حقيقي لو فيه عشرة وفيه علاقة حقيقة مع هذا الراعي الصالح كل يوم فيه اعدة معي فيه اعدة معي قولوا يا رب ماذا تريد يا رب انا افعل الاعدة معي كتير تخليني قلب يلين يستجيب قلب حساس يسمع الصوت بالمشاورة بالعينين اعرف انت عايز يا رب عشان كده معلمنا بوليس الاسول لما ظهر له المسيح في الرؤية بعد كده بيحكي بيقول انا استجبت على طول قلت له ماذا تريد يا رب انا افعل لم اكن معاندا للرؤية السماوية معاندتش ساعات كتيرة اعاند هذا الصوت في حياتي لم اكن معاندا لهذه الرؤية السماوية استجبت ماذا تريد يا رب انا افعل عشان كده مهمة اوي ان انا اسمع صوته ومو هاسمع صوته في الانجيل عشان كده اشريتي واقعدتي مع الانجيل هتفتح قلبي وزهني ازا ما قاله كده داو النبي صراج ده رجلي ايه كلامك من غير هذا الكلام هينطفق هذا الصراج مش هبقى شايف هتخبط وارجع اقول ليه كده يا رب ايه اللي بيحصل لي ما اللي بيحصل لي من انا بتخبط هو قدامي النور بس انا مش عايزة افتح عشان كده احد الاباء بيقول عن عدم قريتنا وعادتنا مع الانجيل بيقول كده هذا هو سبب كل الشرور ان نجهل بالكتاب المقدس ما فيناش قاعدة معايا ممكن اجاهد ان انا افضل اعد عالفيس اشوف بسطات كتير قوي وكومنتات كتير قوي وقراها ورجحها وممكن ماكنش ليها علاقة بيا طب وعادتي مع الانجيل فبيقول هذا هو السبب كل الشرور ان نجهل بالكتاب المقدس فبيقول كده فنخرج للقتال بدون اسلحة فكيف لنا ان نعود سالمين تخرج للقتال من غير السلح بتاعك كيف تعود سالم من هذه الحرب كده في هذه الحرب لازم اتسلح بكلمتك يا رب مهمة اوي عشرتي معاك هي اللي ايه اتخلي اذني وقلبي حساس عايز يفهمك على طول من اول من اول نظرة انت عايز يا رب في الموضوع ده في الموقف ده مش اخد رأي العالم ولا رأي الناس لا ده مش رأيك انت رأيك انت اي عايز اعمل مشاعتك عشان كده ربنا ادينا دايما نحن واحنا بنصلي له رب افتح قلبي سمعني صوتك السماوي وخليك تكون ليا راعي حقيقي لحياتي ويعقود حياتي لايه مش لحاجات ارضية بس للابدية ربنا ادينا دايما نحن اتمتع برعايته للهنا كل مجد وقرامة من الان ويلى الابد امين